مساء الفل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الميزان لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا انتم من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك وعندها تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسبوعين هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لموليد برج الميزان موليد برج الميزان في الفترة من يوم 10 حتى يوم 15 من شهر اكتوبر 2024 هنتكلم على اهم الطاقات والتحركات اللي هتبقى متواجدة معكم في خلال الفترة لكن ايضا هنتكلم على اهم الطاقعات الوارد جدا حدوثها في خلال هذه الفترة من يوم 10 ل15 طيب سريعا قبل منقول ايه هي الطاقعات تعالوا كده واحدة واحدة ونتكلم على ما هي اهم الطاقات او الهالة اللي هتبقى مرسومة عليكم في خلال الفترة او التركيز والتكسيخ هيبقى على اي مجال من مجالات الحياة من حولكم فسريعا نتكلم على تحركات الكواكب وهي اهم تحركات التي سوف تحدث معكم في خلال هذه الفترة طبعا زي ما احنا نوهنا في الفيديوهات السابقة ان من يوم 11 اكتوبر هيتم انتهاء تواجد بلوتو في برج الجدي او معنى صح انتهاء تراجع كوكب بلوتو على البيت الرابع يمكن ده الانتهاء اللي احنا زي ما نوهنا انتم منتظرينه من فترات سابقة كتيرة جدا يا موليد برج الميزان لان ده كان مؤثر تأثير صعب جدا مع الامور العائلية فان شاء الله باذن الله تعالى زي ما احنا قلنا من قبل ومن عدة تاني ان شاء الله من يوم 11 في الشهر هتبدأ يحصل بعد تغير في الامور العائلية ان ان شاء الله هتبقى في صفك ناس كتير هيبدأوا فعلا يبانوا على امتهم مع العائلة فيه ناس كتير من نسبة ايضا موليد برج الميزان هيحضوا بالاحترام العائلي الذي قد اتنسى خلال الفترات السابقة اخيرا هتبدأ تاخد امتك مع العائلة طيب بالنسبة للتحرك اللي بعد كده يمكن نتحرك مهم جدا عند معظمكم بالاخص في العشريات الاولى والتانية من موليد برج الميزان وهو ان يوم 13 اكتوبر سيتواجد عطارد في البيت الثاني وما يمثله من انفراجة مالية قريبا باذن الله تعالى وان شاء الله هتبقى تقاط جميلة جدا بالنسبة للامور المالية قد تحدث بعض الامور التي كدت يعني تحسسك او تشعرك بالامان المادي لكن ايضا ان شاء الله هتبقى فترة خير وتوجد فيها الفرص الجميلة الخاصة بالمال طيب ده التحركات اللي هتبقى او التركيز اللي هتبقى مسك معاكم اليومين القادمين او الاسابيع القادمة بمعنى اصح طب ايه بقى اللي هيبقى موجود معاكم باليومية ايه التحركات اليومية دي اللي هنتكلم فيها بقى النتجة عن تحركات الامر فيوم 10 و 11 توجد الامر في البيت الرابع هيبقى جميل جدا بيدعم انتهاء تراجع بلوته على البيت الرابع يعني معنى كده هيبقى فيه دعمين تحركين بيدعموكو سيكون تحرك قمري او تحرك كوكبي بيدعمكو يا موليد برج الميزان في الحق وتوصل المية لمجاريها مع العائلة طيب التحرك اللي بعد كده ده هيبقى التحرك جميل جدا 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 النيوم 12 و 13 الامر هيبقى متواجد في البيت الخامس او بمعنى صحة على برج الدلو طيب تواجد الامر على برج الدلو ده بيأثر معاكم في ايه اول حاجة بيأثر فيها معاكم بالنسبة للامور العاطفية والرومانسية هيتلاقي الامور بدأت يعني اتهدى معاكم الامور تبقى جميلة هيتلاقي انت عايز الرخاء عايز الاسترخاء بتدور على مصطحتك الاول هتروح للاماكن اللي بتحبها هيتلاقي نفسك ايدك او رجليك بتوديك للمكان اللي انت بترتاح فيه نفسيا ممكن المكان اللي بترتاح فيه نفسيا ده ممكن تكون قاعدة على البحر ممكن تكون شخص بتحب تزوره بترتاح معنا بتتكلم معاه هيتلاقي نفسك رجليك بتوديك للمناطق اللي بتحاول تريحك بقى اقصى ما يمكن طيب يوم 14 و15 هيبقى الامر متواجد في البيت السامس يوم 14 و15 ده لأيومين مهمين جدا خاصة بالامور الصحة والعمل ففي العمل يا مواليد مرج الميزان يتوقع جدا ان انتو خلال الفترة فيه امور ستستجد فيه العمل اذا كان مثلا بترقية جديدة او اذا كان مثلا تغيرات في الاماكن في العمل حاول نبشي مع الطيار في خلال الفترة التحركات العمل ان شاء الله هتلاك صفوكم وان شاء الله هتلاك خير عليكم يا مواليد برج الميزان يمكن التحذير البسيطة اللي هنتكلم فيه في خلال الفترة ان في بعض يعني مش الامراض بس الحاجات اللي هي الصدع الارهاق الشديد حاجات زي كده وارد جدا حدوثها معاكم يا وريد برج الميزان لكن ما تقولوش هي فقط التحركات اللي هتبقى تحدث في خلال هذه الفترة هتبقى يعني متمركزة معاكم نوعا ما على الصحة فممكن تلاقي التقلبات في الصحية لكن ليست بالخطيرة طيب لو جينا نتكلم نبقى على اهم التوقعات الوارد حدوثها وبشدة اربع او خمس توقعات واردين جدا حدوثهم يا وريد برج الميزان واحدة واحدة كده ونتكلم عن كل توقع بالتفاصيل الفكرة اللي هتجي في بالك خدها لمحمل الجد وبكوه بالاخص الافكار اللي هتجي لك الخاصة بالعمل والمال فقد تكون جزءا مهما من حياتك طول العمر يعني يا مولد برج الميزان في خلال الفترة ديت هتجي في بالك فكرة هتشوف حوار هتعجب به وعاست تعمل زيه حاجة زي كده هتبدأ تظهر معاكم خاصة بأمور العمل والمال الفكرة دي اول ما تجيلك اعرف دي ان دي الفكرة المنتظرة امسك فيها تبت عليها بمعنى صح الفكرة اللي هتظهر اليومين القادمين خاصة بالعمل والمال هتبقى فكرة جميلة مستقبلية يعني ما تخليش تمر مرور الكرام هتبقى فكرة او خطة من اهم الخطوات التي سوف تخطيع في حياتك في الامور المهنية او امور المال طيب طلب يعني تقدمت به اكتر من مرة لكن لم تحصل عليه يجب ان تقتنع من جواك انك تستحق ان تحصل عليه حتى تقنع هذا الشخص بانك الحق لتنفيذ هذا الطلب ماوي برج الميزان للأسف الطلب اللي انت بتطلبه اكتر من مرة وما توافقش عليه يمكن في الفترة دي يمكن مش هيتوافق عليه بس السبب لان المرة دي انت رايح او هتروح او هتروحي بطاقة انهزامية لو انا كده وكده هيتقلل بصوا بان مرج الميزان نجاح اي خطة او اي خطوة 80% منها هو اقتناعك الشخصي بنجاح الوصول لاي هدف 80% منه الاقتناع او القناعة انك هتوصل فده اهم حاجة لازم تحطها في الحزبان حط في حزبانك اللي انت الطلب ده هيتنفذ انت فعلا الاولى انت لك الحقية فعلا خلي التقدم من حولك ويتأكد وانت بتتكلم وانت بتطلب هذا الطلب انك على حق وانت المستحق لهذا الطلب لذلك يا مويد برج الميزان يمكن ده تحذير قبل اللقاء ده تحذير قبل الخطوة دي ما تتم يجب ان تقنع نفسك تماما ما تخليش اي احباطات او اي كلام او اي احساس خاطئة تغيرك عن المصار الحقيقي او المصار الذي تنوي او ترغب في الحصول عليها طيب فكرة ان وسيط يتدخل لمفاوضات بينك وبين الشخص على خلاف او نزاع معه ورد جدا يعني معنى صح انت او انت يا مويد برج الميزان في المفاوضات ويشايف ان فيه وسيط ممكن يتدخل في الموضوع انا بصراحة ما بحبش بصراحة الشخصية يعني ما بحبش ان واحد يكون وسيط يتدخل في المفاوضات في الفترة دي يا مويد برج الميزان الوسيط ده هيظهر ان هو هيتدخل عشان يخلص المفاوضات دي دخوله المرة دي هتبقى بنتيجة مرضية لك يعني دايما بقول لا ما بتتدخلوش حد الفترة دي بالتحركات بتاعتها وتعقعاتها بتقول لكم ان دخول الوسيط هيبقى اسلم لكم في الفترة دي يمكن الوسيط ده قبل كده ما كانش مناسب بس دلوقتي هيبقى مناسب لان دخوله هيبقى دي الى نتائج مرضية لكم بالاخص ان الموعد النهائي لفض هذه المفاوضات على المحكم تدخل الوسيط فيه مشاكل او مفاوضات او مثلا اجراءات واجتماعات وكانت فشلة من قبل وشايفين من الحل ان يبقى فيه وسيط يدخل في خلال الفترة الوسيط ده هيكون جميل جدا نتائجه هتبقى مرضية لعنى معنا صح هتطلع بنتيجة افضل من اللي انت كنت فيه لذلك الوسيط في خلال الفترة قد يكون الاختيار الصعب فتح جميع الملفات القديمة مع الاهل لبطء طريق جديد بتعامل مختلف مع الجميع يرضيك ويحل الخلاف بالبلد كده يا موريد بورج الميزان اللي انت عايز تعمله انت عايز تفتح بقى الماضي والحضر والمستقبل وكله بقى هيصة عايز تفتح كل ده مع العائلة ليه؟ يمكن ازي ما قلتلكم التحركات اللي هتقبلك هتبقى دعمة جدا للعائلة لكن انت عشان تخلص لازم تفتح القديمة الجديد بل بالعكس ده فيه ناس منكم يا موريد بورج الميزان هيفتح مواضيع يمكن عند عليها اكتر من 15 سنة لهدف وحيد عايز يخلص انت يا ميزان عايز تخلص ده عايز تخلص من الهطل اللي بيمشى حواليك ده عشان تفوق بقى النفسك عايز تخلص من المشاكل ده كلها عشان على قل ازا كنت صغير في السن عايز تبني على نظيف ازا كنت كبير في السن عايز تعايش بقى في راحة لذلك يا موريد بورج الميزان يمكن ده الوقت ان تفتح القديم والجديد لوكشة او دفع واحدة عشان تخلص وترتاح لذلك وارد جدا انت هتقوم بفتح القديم والجديد مع العائلة عند ده هيبقى الاختيار الصحيح طيب تحذير حزاري من عمليات البيع والشراء المتصرع والاعتماد على الرهان والنصير في خلال الفترة دي حزاري من التصرع يمكن اساسا البع والشراء مش وحش في انتخلال الفترة تاني حزاري من التصرع البع والشراء بالعكس ممكن يكون في الفترة ده جميل جدا معاكم لانها بقى فيه دعمات كترة جدا دعم كبير ازا كان من البيت السادس او اساسا من تواجد عطارية في التاني لذلك الدعم هيبقى جميل جدا في عمليات البيع والشراء لكن التحذير الاساسي وهو التصرع والاندفاع الناتج من تحرك البيت الثامن لذلك انا بنوه تاني التحذير هنا في التصرع وليس البيع والشراء مسئولية او هم كبير كان عليك هترمي تبطر لو خلاص بقى روح يا هم ابعد يا هم مش عايز اشوفك كدك هم بالبالة دي انت اي مسئولية اجابلك الهم يا موليد برج الميزان هتبدأ تديها ضهرك عشان خاطر تبدأ فعلا تقوم اواتفه لنفسك موليد برج الميزان الفترة مش وحشة بالعكس الفترة في تغييرات كبيرة جدا في صفكم زي ما انا بقول لكم انت كل حاجة الامور بتتمهد لكم عشان على اخر الشهر تبقى عارف القرار النهائي الاختيار اللي انت محيارك بداية من هذا الشهر بداية من شهر الطوبة كان فيه قرار ولوين عليه في الفيديو السابق فيه قرار محيارك مش عارف اخر الشهر هتختار اي قرار او هتروح لاي اختيار كل واحدة واحدة كده الطرق هتبدأ تتفتح قدامك عشان تسهلك ايه الاختيار الصح اللي انت لازم تاخده اخر هذا الشهر وان شاء الله يبقى الاختيار الصحيح وان شاء الله هتبقى فترة كلها قرار صح منك يا موليد برج الميزان وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى تنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفاعل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعالف سلام